اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان الطموح لتعزيز تنافسية مملكة البحرين في المشهد الرياضي العالمي لا حدود له يدعمه تخطيط متقن وجهود متواصلة هاجسها الريادة وتحقيق رؤى وتطلعات حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم امس يرافقه معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بزيارة تفقدية لحلبة البحرين الدولية مع انطلاق التجارب الرسمية لبطولة العالم للفورميلة 1 حيث قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى خلالها المشاركين ومدراء الفرق والمتسابقين معربا عن تمنيته لهم بالتوفيق في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة 1 الذي سينطلق الأسبوع القادم باعتباره الجولة الافتتاحية في تقويم الموسم الجديد 2024 وقد نوه سموه بدور حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط في تعزيز مكانة البحرين في المشهد الرياضي العالمي وما لديها من خبرات تراكمية وجاهزية في تنظيم السباقات والفعاليات العالمية لافتا سموه إلى أن تجربة مملكة البحرين في مجال تنظيم سباق الفورميلة 1 وسباقات السيارات عموما الممتدة من عام 2004 باتت نموذجا يحتذا به وقصة نجاح نفخر بأن من سطرها هم كوادرنا الوطنية معربا سموه عن الاعتزاز بجهود أبناء البحرين من العاملين في حلبة البحرين الدولية وعملهم بروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين من أجل المزيد من النجاح والتميز الذي يرسخ مكانة البحرين العالمية في عالم سباق السيارات ترجمة نانسي قنقر